في فيديو النهاردة هنتكلم عنه يستحق التعاقد مع مدير الفني زيكو ولا لا وقيمه من ذاته عيوب المدارب بس في الأول ما تنساش تعمل لايك وتشترك معينا وتفعل زر الجرس ويلا بينا على فيديو النهاردة وتعالوا نبدأ حلقتنا مع مدير الفني زيكو 2006 هل يستحق التعاقد معي ولا لا وأول حاجة طبعا زي ما انتم شايفين الباكيج سعره 500 كوين ولو دخلنا على تفاصيل الباكيج انت هتاخد 10 بطايق بكوة 4000 خبرة وكمان هتحصل على المدارب وأنا شايف ان التلاتة وتمانين دي معقولة فهنا المدارب بيدرب بقوة 83 في اسلوب البوزيشن جيم وبقوة 75 في اسلوب الاوت ويب عشان طبعا اي مدارب طاقاته اعلى من 82 في اسلوب اللي بيدربه فاللاعب بياخد طاقاته كاملة انا فاهمك الجزئية دي كويس لكن لو المدارب طاقاته يعني بيدرب باسلوب اقل من 82 فاللعيبة بتفقد بتفقد منطقتها في ارض الملعب وده فامولك طبعا لما ادخل دلوقتي على الخطة وفاهمك النقطة دي كويس تمام? طيب الحاجة التانية اللي بيديها زيكو انه هو بيدرب خط الوسط بنسبة 300 في المية في التدريب يعني لو انت عندك لاعب خط وسط انت مش ملفي له مثلا في التدريب بطاقة تدريب اللي هي الخبرة فهينا زيكو بيساعدك انه هو يطارولك بس لعيبة الام اف بس اللي هي خط وسط تمام? كمان بيديك واحدة في مهارة السرعة الجاري بالكورة سرعة الجاري بالكورة بيديك طاقة واحدة تمام? طيب تعالوا فهمكم حتة المدرب دي اللي انا كنت بتكلم عليه عشان في بعض الناس ممكن ما تكونش فهمتها كويس بمعنى ايه بمعنى انا هنا معي مدرب بيدرب بقوة كام؟ بقوة 85 تعالوا نشوف كده لعب على ارض الملعب بص كده هتلاقي سن هنا واحد ومية واحد هنا رومنيجي مية هنا صلاح مية واحد تعالوا كده نغير مسلا اسلوب لعبه ونخليه حاجة تانية وليكن او طعيد بص كده الطاقات نزلت ازاي هنا بقى 98 هنا ستة وتسعين تمانية وتمانين طب ليه نزل عشان هنا بيدرب الاسلوب بقوة كام؟ سبعين طب لو جبنا مدرب بقوة مسلا تمانين تعالوا نشوف كده مدرب مسلا يكون بيدرب بقوة تمانين هنشوف كده المدرب ده عايزين حد بقوة آه ده بقوة تمانين تعالوا نشوف كده كويت كونتر بقوة تمانين اللعبه بتحتفز بطاقاتها ولا لأ؟ هبص هنا الطاقات نزلت ازاي؟ ده بيكون بقوة مية واحد بقى بتسعة وتسعين ده مية واحد بقى مية ده كام؟ ده تمانية وتسعين فحطة التمانين فيما قال فاللعابة بتفقد طاقاتها داخل أرض الملعب لكن من أول تلاتة وتمانين فيما فوق اللعب يكون بنفس طاقته فاللعابة ميديها لك تلاتة وتمانين عشان اللعابة تكون بنفس طاقتها تمام؟ فتلاتة وتمانين خمسة وتمانين سبعة وتمانين التقات كلها هتكون قريبة من بعض تمام؟ اللعبة مش هتفقد طاقتها وزي ما انت شايف كده القوة الاجمالية بقت كام 30-70 تعال كده اوريكم لو رجعنا المدارب بتاعنا مرة تانية او مدارب يكون طاقته عالية وليكن مثلا اختار كلوب بص كلوب كده اللعبة تبقى كام كال 30-70 بص با 31-25 تمام فهمتوا النقطة دي فها 83 هديك الطاقات الاجمالية بس يستحسن ان انت تجيب اعلى من كده تمام طيب الاجابة هنا على السؤال هل يستحك ان انت تجيب ولا لأ فرأيي النهائي بالنسبة للمدرب لو انت طبعا بتلعب باسلوب ومحترف الاسلوب ده كويس جدا فده ينفعك جدا 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 هتلعب لعب برازيلي لعب المروغة دينيلتون بقى ونمار وفنيسيوس اللعبة كلها خفيفة بتاعة البرازيل هيعمل معاك اسلوب عشرة على عشرة وطبعا زي ما قلت لك سعر ورخيص خمسمائة كوين مش حاجة فده رأيي لو انت حابب تجيبه هينفعك جدا جدا بس كده دي كانت حلقتنا انا شايف ان الفيديو طول هننزل بقى شرح ديرون ده في الفيديو الجاي انتظروا الفيديو القادم شايف كيف حلقة جديدة الى اللقاء